اهلا بكم وهذه تغطية حية مباشرة من القاهرة عاصمة الخبر لأهم وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ونتابع في هذه التغطية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وآخر ما قالت إليه كذلك نذهب إلى أوكرانيا ونتابع تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما نتابع أيضا في هذه التغطية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان والبداية ستكون مع الانتخابات الأمريكية أعيد انتخاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا الديمقراطي مارك كالي ليحسم المقعد والذي كان ينافسه عليه الجمهوري بلايك ماسترز بهذه النتيجة يكون الديمقراطيون قد حصدوا 49 مقعدا في المجلس والذي تتطلب السيطرة عليه 51 مقعدا في انتظر حسم مقعدة ولاية نيفادا والتي يتصدر سباق الشيوخ فيها وحتى الآن الجمهوري آدم لكسولت أمام منافسته الديمقراطية كاثرين كورتز بات الديمقراطيون أقرب من أي وقت مضى للحفاظ على أغلبية مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فبعد فوز مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا أصبح الحزب على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بأغلبيته في المجلس رائد الفضاء السابق مارك كيلي حسم مقعد ولاية أريزونا بعد أن تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الجنوبية التي شهدت منافسة كبيرة بين الخصمين وبحسب آخر النتائج فقد وصلت ديمقراطيون إلى المقعد التاسع والأربعين في مجلس الشيوخ معادلين بذلك عدد المقاعد التي وصل إليها الجمهوريون وبذلك يحتاج الحزب الديمقراطي للفوز بمقعد واحد فقط في ولايتين فادا وجورجيا للوصول إلى المقعد الخمسين الذي يضمن الأغلبية لهم بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس بينما يحتاج الحزب الجمهوري للفوز في الولايتين للوصول إلى المقعد الحادي والخمسين لتحقيق الأغلبية وفي مجلس النواب الأمريكي حافظ الحزب الجمهوري على تقدمه بالوصول إلى مائتين وأحد عشر مقعدا مقابل بائتين وواحد مقعد للديمقراطيين ليبقى حسم الأغلبية مؤجلا لحين انتهاء فرز جميع الأصوات رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترومب دعوة قضائية على خلفية التحقيق في الهجوم على الكونغرس وذلك سعيا منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إلى لجنة بالكونغرس تحقق في هجوم أنصاره على المبنى العام الماضي ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من يورك مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين ياسر في البداية أهلا بك سأبدأ معك من سياق الخبر الأخير لماذا رفع الرئيس السابق دونالد ترومب دعوة قضائية على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول نعم داليا أهلا بك وباستاذ المشاهدين حقيقة الأمر أن هذه الدعوة هي تغطية للإخفاقات إن صحة هذه الكلمة داخل الانتخابات النصفية الحالية حيث أنه داخل الحزب الجمهوري الآن هناك اتهام لدونالد ترومب بأنه قد دعم ماليا ودعم بشكل أساسي بعض الوجوء التي خسرت على سبيل المثال في بنسلفانيا عندما خسروا مقعدين في هذه الولاية الحاسمة والتي كانت دائما يعني ولاية مفصلية في الانتخابات سواء النصفية أو الانتخابات أيضا الأمريكية للرئاسة بشكل عام يريد أيضا دونالد ترومب أن يبعد عنه الاتهامات الكثيرة هنا وهناك وأيضا القضايا المرفوعة ضده في مسألة الهجوم على الكابتول والإخفاق الذي كان في بداية الأمر استطلاعات الرأي تتحدث بأن الحزب الجمهوري يسير بخطة ثابتة ولكن مع انتهاء الأمطار الأخيرة في هذا السباق الانتخابي نجد أن بفرز الأصوات أيضا داليا التي جاءت عن طريق البريد والاقتراع المبكر يتقدم الديمقراطيين بشكل كبير وهو ما يتخوف منه الرئيس السابق دونالد ترومب وبطبيعة الحال الحزب الجمهوري يسير هل نفهم من كلامك أو نستنتج مما قلته أن الحزب الجمهوري الآن يعيد ترتيب أوراقه ويعيد حساباته بشكل أو بآخر بعيدا عن الرئيس السابق دونالد ترومب بكل تأكيد يعني في هذا السؤال إجابتين داليا يعني الرئيس دونالد ترومب السابق ما زال يحتفظ ببعض المؤيدين له داخل الحزب ولكن على الجانب الآخر هناك وجه كبير أو جاء بقوة وهو حاكم ولاية فلوريدا هذا الرجل الذي كانت له مواقف كبيرة وهو أصغر بكثير في العمر من دونالد ترومب وقد يحقق متطلبات الحزب القادمة وأيضا كانت له آراء صادمة للمجتمع الأمريكي بخلاف الموجة السائدة على سبيل مثال أقر قانون الإجهاض والذي لم يخف من اللوم من إقرار هذا القانون في الولاية مسائل كثيرة هذا الرجل هو من ينافس بشكل كبير داخل الحزب الرئيس دونالد ترومب حتى أنه نصحه أو تحدث إليه بأنه لا يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة ولكن هذا الرجل يحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب ولكن لا نستطيع القول بأن دونالد ترومب قد خرج بشكل كبير أو بشكل نهائي من حسابات الحزب الجمهوري للترشح في الانتخابات القادمة عشرين أربعة وعشرين إذن ياسر ما تقوله بماذا ينبئنا حول انتخابات ألفين أربعة وعشرين بشكل أو بآخر وماذا قيل آخر المستجدات ما أعلن حول يوم الثلاثاء القادم ونية ترومب في الترشح هل هناك جديد في هذا السياق؟ نعم الجديد يعلم بأن استطاعات الرأي جميعها تؤكد على أن المفاجأة التي أعدها وتحدث عنها دونالد ترومب أنه سوف يقوم بأطر الشح هذا الرجل منذ اليوم الأول في حتى فترة رئاسته يتحدث بأن له ولاية أخرى وأن له مريدين كثيرين في داخل الحزب الجمهوري وأيضا في الناخب والشعب الأمريكي لن يفوت هذا الرجل الفرصة ليقوم بالترشح مرة أخرى ولكن بظهور كما تحدثت داليا بظهور ديسانتوس هذا الرجل حاكم فلوريدا نعم هذا الرجل يسير بقوة كبيرة حيث أنها هي المرة الثانية لانتخابه كحاكم للولاية إذن الحزب الجمهوري ينقسم على نفسه حيث أن بعض من يؤيد حاكم فلوريدا يتحدث بأن دونالد ترومب أصبح ليس الوجه الصالح لأن يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة عشرين أربعة وعشرين نعم مرسلنا من نيورك ياسر نور الدين شكرا جزيلا لك ياسر على كل هذه المعلومات وسنظل أيضا في نيورك عبر سكايب مع الدكتورة شيرين النجار عضو الحزب الديمقراطي دكتور شيرين في البداية أهلا بك لماذا هذا السباق الانتخابي الذي أصبح كالمخاض العسير ولم تظهر النتائج بشكل نهائي حتى الآن برأيك لماذا نجح الديمقراطيين وحزب الرئيس في تخطي عقبة انتخابات التجديد النصفي ولم يحدث الجمهورين موجة حمراء كما أشار وكما كانوا متفائلين قبل هذه الانتخابات أنا أرجح أو المحللين يرجحوا أنه اللي حصل أنه ترامب الحقيقة يعني حاول أنه يستخدم شعبيته في استقطاب بعض اليمينين الجمهوريين ونحن نعلم جميعا أن ليس الشعب الأمريكي كله هو الذي ذهب إلى الكابيتل عشان يتظاهر ولا يقلب الانتخابات هو أعتقد أن هذه البطانة أو هذه القاعدة هي التي ستنطفد وسترفض تماما بايدن وتنتخب الجمهوريين الذين في بعض منهم كانوا فعلا معتدلين ولكنهم كانوا ضحية لترامب لأنه لم يتراجع وهو لسه الغد وقت مصمم على أنه كانت انتخابات كويسة في صالح الجمهوريين وأنهم حازوا ببعض الإنجازات إحنا لا ننكر أن في بعض المقاطعات في نيويورك التي دائما كانت تصوت جمهورية ديمقراطية انقلبت وباءة جمهورية بس هذا لا يعني أن المعتدلين أو الذين هما في النص اللي هما بيسموه الأمريكيين لا جمهوريين تفسيلك دكتور شيرين لهذا المزاج المتقلب للناخب الأمريكي يعني الأمريكيين عملوا مقارنة بين الوضع لما كان ترامب والوضع دلوقتي حدثتك تعلمي أن أمريكا زوء أعراق مختلفة وديانات مختلفة ترامب كان ينحس دائما لليمين المتطرف وكان يفضل ألبيد ويعني زوء ديانة متخصصة يعني لوحدها وعمل عملية اليانيشل اللي هما أبعد عنه جميع الناس اللي هما أصلا بنوا أمريكا وهم البطانة التحتية بتاعة أمريكا اللي هما الملونين والأسيويين والأفارقة وبعض الأوروبيين طبعا جنوب أمريكا فكل هذا الاستقطاب يعني خلب بعض الأمريكيين ينفروا من هذه الرسالة التي هو كان دائما ينادي بها والعنف وعملية تخوين الآخر أنت لا تحب أمريكا إذا صوتت عكسي وطبعا هذا لا يتفق مع الدستور الأمريكي ومع الشعبية الأمريكية ومع الشعب الأمريكي اللي هما يعني عندهم قوة تحمل وقوة استقبال جميلة للناس اللي هما مختلفين عنهم دكتور شيرين أنت أتيتي على ذكر النقطة التي كنت أريد أن أذهب إليها وهي مسألة الاستقطاب الشديد الذي شهدها ربما الشرع الأمريكي ربما خلال السنوات السابقة وليس الآن فقط هل تتوقعين أن يستمر تصعد هذه الحالة من الاستقطاب كيف يتعاطى معها الشرع الأمريكي وأيضا دوائر صنع القرار وأنت تذكرين أنها ربما حالة غريبة أو مستجدة على الأمريكان الجمهوريين يرجعوا الاستقطاب من أيام 11 سبتمبر وبعد كده قالوا لك لا ده أوباما هو اللي زاد الجاب الفجوة لكن أنا الحقيقة يعني أبص لها من ناحية ترامب ترامب يعني كان كلامه فض وعنيف وشرس وحاول إبعاد الغير إبعاد الناس اللي هم مثلا مهاجرين زي من أصل غير يعني أمريكي والملونين فيعني نحن كعرب صار من أحنا من استياء لأنه بدنا نلاحظ حتى اليهود حصل لهم حالة من الاستقطاب من ناحية ترامب مع أنه ترامب الوحيد الذي نقل السفارة إلى القدس لكن كما ترى حدثه وتسمعي في الإعلام أنه في حوادث كثيرة جدا ضد اليهود الأمريكان فوسيخ الأمريكان فكل هذا حدث مؤخرا بعد رسالة ترامب أن أمريكا بس للبيض وليس لأي عرق آخر يعني دكتور شدين كيف تقرأين العامين المقبلين في الكونغرس الأمريكي وبالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن هل سيمران بهدوء وسط أغلبية ربما تكون ضئيلة للجمهوريين داخل المجلس وهل يحرك الجمهوريون الدعاوة أو القضايا المتعلقة بالانسحاب المرتبك من أفغانستان مثلا أو قضايا نجل الرئيس هانتر بايند أو كل بايدن كل القضايا التي ربما أشاروا إليها أثناء الحملة الانتخابية لا أظن أن الجمهوريين سينجحوا في أي من هذه الأجندة التي حضرتك ذكرتها لأنه في حالتين أولا ترامب نفسه موضوع تحت التلسكوب وفي قضايا كثيرة حوالي الدرائب التي تهرب منها سانيا بايدن هانتر بايدن ليس في الزاوية التي سينقشها الجمهوريين الآن لأن الجمهوريين الآن منقلبين على بعضهم ترامب حاليا في حالة شجار شريسة بينه وبين مكاثر بينه وبين ديسانتس ديسانتس يعني حصل في قوة الحزب الجمهوري نفسه في حالة من الغضب ومن الشجار بينهم وبين بعض ففي هذه الحالة أنهم يتحدوا تحت أجندة واحدة ويناقشوها أراها صعبة جدا فأرى أنه يعني بنتيجة الانتخابات الحالية بايدن عنده زي ما بيقولوا كارت أخضر أنه يمشي القضاة القضاة الذي يعني هما يختارن يمشي المناخ قضايا المناخ قضايا الطاقة والبترول المساعدات للطلبة للأوكرانيا الأجندة السياسية للرئيس والمساعدة آه طبعا والمساعدة للأوكرانيا وعملية نعم أخيرا دكتور شيرين وسريعا إذا سمحت لي أخيرا وسريعا الديمقراطيين الآن اقتنسوا أريزونا ويتبقى نيفادا وجورجيا توقعاتك للدئرتين المتبقيتين أنا أتوقع أنهم لن يأخذوا جورجيا أن الديمقراطيين سينزلوا بكل سقلهم في جورجيا ذات توقعاتي شكرا دكتور شيرين النقار عضو الحزب الديمقراطي كنت معنا من يورك شكرا جزيلا لك الآن نتحول إلى ثاني ملفات هذه التغطية حيث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية جزيلا لديمقراطيين لا يستطيع أن تتوقع لديمقراطيين لا يستطيع أن تتوقع لديمقراطيين قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف إن بلاده لم تستخدم كل ما لديها من أسلحة في عملياتها العسكرية بأوكرانيا وضف المسؤول الروسي أن موسكو تقاتل الناتو والغرب بمفردها وهي مستمرة في معركتها للحفاظ على سيادة أرادها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية منتراز مآي ثمانية في زابوريجيا وإسقاط ست طائرات بدون تيار كما أشارت الدفاع الروسية إلى تدمير مغزا دخيرة للقوات الأوكرانية في زابوريجيا وخركيف فضلا عن مقتل أكثر من 190 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الماضية أعلن وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كاليبا أن القتال ضد القوات الروسية مستمر وذلك بعد نجاح بلاده في استعادة مدينة خرسون في تصريحات له على همش قمة أسيان دعا كاليبا رابطة أسيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم لجوء موسكو إلى ما وصفه بالتجويع فيما يتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية أدعو جميع أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع روسيا من ممارسة سياسة التجويع مع العالم يجب إعفاء ممر الحبوب من الصراع ومهما حدث في ساحة المعركة لا ينبغي لروسيا أن تستخدم هذا الممر كوسيلة ابتزاز في العلاقات الدولية أشهد البيت الأبيض بما وصفه بأنه نصر استثنائي لأوكرانيا بعد استعادتها مدينة خيرشون عقب إعلان القوات الروسية انسحابها من المدينة وعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليبان أن انسحاب القوات الروسية سيكون له تداعيات استراتيجية أوسعة وأشار إلى أن ذلك يشمل التخفيف من حدة التهديد الذي تشكله روسيا على المدى الطويل على مدن أخرى في جنوب أوكرانيا ومنها أودسا ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن انسحاب القوات الروسية من مقاطعة خيرشون يعد اعترافا علنيا بالصعوبات التي وجهها الجيش الروسية وضفت الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن روسيا لا تزال تحاول إجلاء قوات من مناطق أخرى في المقاطعة عبر نهر دينيبر وأوضحت أن القوات الروسية ستتخذ مواقع دفاعية على الضفة الشرقية مرجحة أن أوكرانيا استعادت مناطق واسعة من مقاطعة خيرشون على الضفة الغربية للنهر موسيقى 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 نشر شكرا لا تشدك لا تشدك ولمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من سيفاستوبا والدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور عمار أهلا بك في البداية كيف ترى خسارة روسيا لي خرسون وأيضا كيف ترى أنها الآن في حوزة أوكرانيا كيف ترى الواقع على الأرض استراتيجيا وتكتكيا تحياتي سيدتي الكريمة باعتقادي من الصعب اليوم الحديث عن هزيمة أو خسارة في خضم العمليات العسكرية من جهة وأيضا العمليات السياسية التي نراها تتجه في متارين العسكري والسياسي ممكن أن نظر إلى هذه المسألة لنوجد نظر أخرى كتكنيكات وتموضع عسكري لأن روسيا لم تخرج من سيفسون ولكنها خرجت إلى البطرة اليوم من نهر الجبر وهذه المسألة هي متعلقة بهذه التموضعات العسكرية لكن نرى أن اليوم لدى الغرب نية واضحة جدا لإبراز هذه العملية وكأنها مصر يكيب وذلك لحاجة الغرب اليوم لتعزيز المواد الإعلامية من خلال أن تضخينها وتصديرها للمنطقة الأوروبية وذلك لما نراه من تفاعلات مجتمعية وأصوات ستعالى لوقف الإمداد العسكري لأوكرانيا إذن دكتور عمر أنت ترفض مصطلح الخسارة الاستراتيجية إذن ما تفسيرك لرفع الأعلام الأوكرانية على مداخل مدينة خرسون وإعلان أوكرانيا أن هذا يعد انتصار استثنائي وأيضا أعترف روسيا بأنها خرجت من المدينة تفسيرك لكل هذه المشاهد سيدتي الكريمة أقولها أكررها مرة أخرى هذا المسألة بالإسم الأوكرانيا ووضع الحالة الإعلامية وتصديرها للعالم من المجتمع الدولي لكن هذا لا يمكن أن يؤثر جزريا أو حتى جزريا أولا على العملية العسكرية ثانيا على العملية السياسية والأهداف التي وضعتها روسيا من خلال أولا تحليل أوكرانيا على الألناتو ثانيا القضاء على الناجية وأنا رأي أن هناك أربعة قليل أبنبت رسميا إلى روسيا فلذلك مرة أخرى من المبكر جدا الحديث عن نصر عسكري وأن الحسم العسكري باعتصاد أنه من الصعب أن يكون لأوكرانيا خاصة مع الوضع العسكري أو القدرة العسكرية والصاروخية لروسيا لكن هذه ممكن اعتبارها أيضا نوعا ما جزء من المهل التي تعطيها روسيا للعقلانية والحديث موجه ليس لكيف ولكن للقرف الأمريكي وخلال الفترة السادقة استمعنا قبل من أسبوع إلى مصطلحات جديدة لم تكن في الأجندة الأمريكية وهي عملية التوجه إلى المقاوضات أو الحديث عن الحديث الحل الدبلوماسي سنتحدث عن جزئية المفاوضات تفصيلا دكتور عمار إذن الآن تكتكيا فيما تفكر روسيا بعدما حدث على الأرض ما هي برأيك الخطط الروسية لاستعادة ما فقدته من خرسون حتى إذا كنت ترفض أن هذا يمثل انسحاب باستقادي بناء على المعطيات العسكرية الواردة من وزارة الدفاع وقراءة للواقع العسكري في منطقة خرسون أتوجه أراه إلى التكتيف الدفاعي من حيث تعزيز الخط الدفاعي على يمين نهر الزيبرو وهنا أيضا نقطة إذا سمحت لي زيدة التنويه إليها أن هذه المنطقة التي خرجت منها روسيا كانت عليها مخاطر كبيرة وأهمها وهي إغراقها من خلال القصف الضاروخي الأوكراني لسد كافوكا فلذلك أتوجه اليوم باعتقاد في المراحل القادمة سيكون الدفاع التكتيكي في المنطقة الجنوبية في خرسون والتوزع وممكن تعزيز الجبهات في منطقة الدنباس وما يتعلق في دانيسك وفي لوغانس لكن الحديث عن نهاية أو حسن عسكري لهذه المثلة أعتقد أنهم من المباشرة إذن لماذا دكتور عمار برأيك اختارت روسيا منطقة أخرى لإعلانها عاصمة لإقليم خرسون بدلا من العاصمة المعروفة أو الإقليم المتعرف عليه إذا لم يكن على الأرض الواقع يشير إلى أن روسيا خرجت من هذا الإقليم وأيضا تحدثت القوات الأوكرانية عن أنها أن روسيا تركت أسلحة ومعدات عسكرية عثرت عليها القوات الأوكرانية في هذه المنطقة سيدة فيما يتعلق في المعلومات الواردة من أوكرانيا وخاصة من وزارة الدفاع وحتى من الرئيس لا يمكن أن يتعويل عليها لأنها فاقدة لكثير من مصداقيتها وهنا اللعب على الوزر الإعلامي لا أكثر ولا أقل فيما يتعلق في روسيا لا نستبع السيد الكريم أو لا يمكن استثناء المسار السياسي والوضع الإقليمي فيما يتعلق أولا بمستقبل أوكرانيا وثانيا المعادلة الدولية والتي لغاية الآن أرى أن الولايات المتحدة لا توجد لديها الرؤية الاستراتيجية الواضحة للتعاطي مع روسيا فلذلك نعم روسيا وهذه المنطقة تعتبر خيرسون كمحافظة ولا كروسيا لم تخرج من المحافظة وحتى من المدينة كاملة لم تهديها لأوكرانيا لكن نحن الآن في ديجايات تكتيكات وعمليات عسكرية جديدة لكن الإعلام الغربي يوجد معار المسألة وكأنها نصر عظيم بين قوسين لأوكرانيا لتمرير إذن أنت دكتور عمار ترفض أن تتعامل مع ما تقوله أوكرانيا أو ما يبثه الإعلام سواء الأوكراني أو الأمريكي أو الغربي بشكل عام بجدية إذن ماذا عن الموقف في روسيا أريد أن أستوضح منك رأيك فيما قاله ماد في ديف من أن روسيا تحارب الناتو والغرب بمفردها ولم تستخدم كل قواتها بعد ماذا يقصد هنا هل هنا يعيد الحديث عن استخدام السلاح النووي مرة أخرى أم كيف فهمت هذا التصريح سيدتي الكريمة لا أعتقد أنه يعني ينوه لمسألة يعني استخدام الناتو لكن في ما يتعلق يعني بكل هذه العملية العسكرية روسيا هو للغاية الآن يعني تستخدم فقط الأسلحة التقليدية ولم تزج يعني في القوى العسكرية يعني ولو حتى أقل من نصفها في هذه المعارك المسألة يعني هنا ارتباطها أولا يعني هناك خطة وأهداف أساسية من هذه العملية يمكن أن تنجل من خلال استخدام فقط يعني هذا الكم لكن يعني كانت الرسائل موجهة ومنذ البداية إلى كيب وللمعسكر الغربي بعدن يعني بيادة الاستفزازات وقد رأينا يعني الرسال الروسي قبل يعني أقل من شهر على كيب وعلى المدن الأوكرانية عندما توجهت يعني توجه مسار يعني العسكري من العسكري إلى الإرهابي فهذه كلها يعني ممكن اعتبارها رسائل سيدتي لا يمكن حكيف عن نصر عسكري لأوكرانيا يعني على روسيا مع الترسانة أولا يعني الصاروخية والفاليستية لأوكرانيا ودون استخدام يعني السلاح النووي وهذا يعني ما تريده اليوم الولايات المتحدة يعني الزج حتى في المصطلح النووي أو الحرب النووية إلى محاولات يعني كانت وما زالت لدى الغرب لتشويل يعني صورة روسيا في العالم واتخاذ إجراءات بهذا الصدد لكن يعني روسيا ليست بحاجة لاستخدام أي أسلحة يعني أسلحة فتاكة أو أسلحة زمار شامل لغاية الآن يعني أرى أن لكن القيادة الروسية صرحت أولا واحد باستخدام السلاح النووي أكثر من مرة دكتور عمر هذه ليست المرة الأولى أريد أن أسترجع معك ما ذكرته قبل دقائق وهي جزئية التفاوض هل ترى أن التفاوض الآن يلوح في الأفق بناء على ما يحدث على الأرض أم أنه لازال بعيد إذا تحدثنا عن العملية التفاوضية فهنا يجب يعني تجزئاتها أولا ألا يعني التفاوض حول مستقبل أوكرانيا والحالة المعادلة الإقليمية وتانيا يعني وهي المعادلة المولية لا أرى أن هناك أفقا يعني سياسيا للمفاوضات وهو يعني أولا على عدم استقلالية في القرار السياسي فالمسألة هي مرتبطة يعني مباشرة في واشنطن وقد رأيناها من خلال بدء المفاوضات في مينسك ومن ثم انتقالها إلى استغول وحتى الاستراب من الملفات السياسية كان الرفض والضغط يعني الأبريكي والبريطاني معا على كيفة الهروض من هذه المفاوضات باعتقال يعني فيما يتعلق في الحالة الإقليمية يمكن التوصل في الفترة القادمة يعني إلى تفاوضات وقت إطلاق النار ولكنها لن تكون بمثابة المفاوضات السياسية المفاوضات السياسية في المعادلة الكبرى هي ستكون ما بين روسيا والولايات المتحدة للمصول إلى نظام الدولي الجديد شكرا دكتور عمار قناة كنت معنا من سيفاستبول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مشاهدين الآن فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه التغطية أهلا بكم من جديد والآن إلى ثالث ملفاتنا لهذه التغطية وقمة رابطة دول لجنوب شرق أسيا حيث حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوترش من أن الانقسامات الجيوسياسية تساهم في إنعدام الأمن العالمي ما يؤدي إلى نشوب صراعات جديدة ويزيد من صعوبة إنهاء النزاعات القديمة في كلمته أمام قمة أسيان قال جوترش إن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود الجماعية لإيجاد حلول متعددة الأطراف والتخفيف من العواصف الجيوسياسية ويعادت أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والرابطة أسيان ستتعامل مع أكبر القضايا وأوضح بايدن خلال كلمته في قمة أسيان أن ملف المناخ والأمن الصحي والدفاع ضد التهديدات الكبيرة للعالم والثقة بسيادة القانون على رأس أولويات الولايات المتحدة اليوم نتخذ خطوة حاسمة أخرى بدأنا حقبة جديدة في تعاوننا بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة ورابطة أسيان معا سنتعامل مع أكبر القضايا في عصرنا من المناخ للأمن الصحي والدفاع ضد التهديدات الكبيرة للنظام القائم على القواعد والثقة بسيادة القانون كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوترش المجلس العسكري في ميانمار إلى العودة إلى طريق التحول الديمقراطي فورا جاء ذلك في كلمته والتي ألقاها في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان واصفا الوادع في ميانمار بأنه كابوس لا نهاية له أكرر دعوتي لسلطات ميانمار للافراج عن جميع السجناء السياسيين وإطلاق عملية شاملة على الفور للعودة إلى التحول الديمقراطي هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان تعتبر عمليات إطلاق السواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الأوانات الأخيرة بما في ذلك إطلاق سواريخ فوق اليابان تهديدا واضحا وخطيرا للمجتمع الدولي وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن كيشيدا دعا إلى التعاون بين الدول من أجل التفكيك الكامل للسواريخ الباليستية وأسلحة الضمار الشامل التي تملكها كوريا الشمالية كما أشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء الياباني أبلغ نظيره الصيني أنه يأمل في أن تسعى البلدان إلى تأسيس علاقات بناءة ومستقرة جاء ذلك خلال اجتماعين وجيز عقد بينهما على هامش قمة أسيان في كامبوديا أعرب رئيس كوريا الجنوبية يونس يوك يول عن أمله في إعادة تفعيل آليات التعاون الثلاثي بين بلاده والصين واليابان بوتيرة سريعة وفي كلمة له أمام قمة أسيان أكد يول أن بلاده ستلعب دورا نشطا كرئيسة لقمة كوريا الجنوبية والصين واليابان هذا العام وضف أنه ستكون هناك نتائج للسلام والازدهار الدوليين إذا استجابت أسيان ودول شرق أسيا الثلاث بشكل مشترك للتحديات خاصة الأمن الغذائي والطاقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وللمزيد حول قمة أسيان وزيارة رئيس بايدن لكمبوديا ينضم معنا من واشنطن دكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جور واشنطن دكتور في البداية أهلا بك ما هي الحسابات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية لهذه الزيارة لرئيس بايدن في هذا التوقيت الذي ربما يمر فيه العالم بأزمات غير متكررة شكرا على الانتباطة هو طبعا حسابات بايدن انه يريد ان يكون رجل دولة عالمي ويعزز نقطات بلاده مع مجموعة دول جنوب شرق أسيا بعضهم حلثاء تقليدين لأمريكا مثل اندونيسيا مثل انليزيا مثل سنغافورة بعضهم دول يعني كان بسطين ونفوث كبير فيها زي بيتنام زي كامبوديا زي لاوز فهي فرصة لدعم فرص أمريكا لأن تكون دولة قوية في هذه المنطقة من العالم واستفشاف سبل التعاون مع تلك الدول دكتور نبيل هذه الواتيرة المتسارعة لتحركات الرئيس بايدن بداية من الشرق الأوسط ثم الذهاب إلى أسيا ومنطقة المحيطين الهندي وهذه الواتيرة المتساعدة ماذا تقول للداخل الأمريكي خاصة في هذا التوقيت بعد انتخابات التجديد النصفي ونجاح حزب الرئيس ربما هو طبعا عايز يحتمد بعض ملاشات خاصة بالسياسة الخارجية عديمة قمة المناخ في مصر كانت قضية هامة فكان يجب أن يستشارك فيها ثانيا المحتوى الأسياوي للسياسة الأمريكا الخارجية أمر لا يمكن تجاهله وبالتالي فهو عليه أن يؤدي تلك الوظائف وبعدها يعود لواشنطن لكن لو ركزنا على قارة أسيا حيث قمة العشرين حتى ستوقف في أسيا ربما يفكر بايدن في قضايا ستشغل أمريكا والسياسات الخارجية لفترة طويلة وحيكون مصدرها قارة أسيا ألا وهي احتمال حدوث توفرات بين الصين وطايوان ربما تجرب كوريا الشمالية بعض من أنظمة التسلح الحديثة مثل صواريخ تطلقها أو غيره وده هيهدد طبعا منطقة شرق أسيا وحديث أمريكا كوريا الجنوبية بالإضافة إلى تأزم الموقف مع إيران لو فيه فعلا خبرتك ذكارتي في مطلع حديثك عن الانتخابات التي أجرية منذ عدة أيام في أمريكا لو في أغلبية جمهورية في مجلس النواب أعتقد أن فرص أمريكا في توقيع اتفاق نووي مع إيران محدود بالإضافة إلى أن إيران ربما تمتلك فيها الانتخابات نووي فهو يحاول أن يهدد من منطقة جنوب شرق أسيا بالتعامل مع قضايا أخرى في أسيا بتركيز وأيضا أسلوب أكثر ثقة دكتور نبيل حضرتك ذكرت مسألة الكونغرس القادم إذا أتى بأغلبية جمهورية طفيفة ونعرف أن الجمهوريين ربما أكثر تشددا في سياستهم ما تجاهها الصين أكثر ربما من الديمقراطيين كيف تعمل الرئيس بايدن مع هذه المقاربة خاصة في ظل توطر العلاقات الأمريكية الصينية وسنذهب بالحديث بالتأكيد للقاء الرئيس بايدن مع تشيجينبانج طبعا سيكون هناك عدة قضايا يحاول بالذوريون اللأها على إصدار بايدن في متعامل الصين ولو اختصرناها ممكن مثلا تكون القضية الخاصة في مصدر وباء كوروغ حيقولوا لبايدن يجب أن تضغط على الصين حتى تكشف الصين معلومات أكثر كيف حدث هذا الوباء كيف تنتشر كيف تنتقل إلى أمريكا ومناطق أخرى من العالم طبعا أيضا قضية المسلمين اليبور في الصين ومعاملاتهم السيئة من قبل حكومة الصين ستكون إحدى الأسباب التي تدفع الكونغرس بمسألة بايدن على أن يطلح تلك القضية مع قادة الصين الجمهورين يمكن كمان يكونوا مهتمين أكثر في قضية علاقات أمريكا علاقات روسيا مع الصين على خلصية الحرب مع أوكرانيا هل دكتور نبيل ترى أن هذا توقيت مناسب لترح هذه الملفات والقضايا في ظل علاقات ربما يمكن أن نقول عليها أنها مرتبكة مع الجانب الصيني وستشهد هذه الزيارة لقاء مرتقب أريد أن تذكر لي أهم الملفات التي ربما يطرحها الرئيس بايدن مع الرئيس تشي جينبينغ بعد آخر لقاء لهما منذ ثلاث أعوام بعدما جرت مياه كثيرة في النهر أولاً الصين عليها أن تفعل أمريكا ما تريد أمريكا من احتواء الصين لأن هذا التعديل يستخدم فضر الصين ستسأل أمريكا أسئلة شرعية من حقهم ربما تطرح الخالة الصينية هذا التفاؤل على الرئيس بايدن أثناء سنة العشرين لكن بالإضافة لما ذكرته مع عاملة الأسنين اللي يجور في الصين موضوع كورونا مدى التقارب الصين الروسي على خلقية حرب أوكرانيا هتكون بقى قضايا خاصة بالميزان السجاري والحاجات الخاصة بالاقتصاد الصيني لأن الصيني برضو يشهد نوع من الهبوط ربما أيضاً تكون قضية رفع سعر الفيلة على الوداع بالدولار اللي أصدرها هيروم فاول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وأخراً أمر يهم الصين لأنها هتأثر على اقتصادها أي دولة أجنبية دلوقتي عليها تدفع صوافير أكثر لأن الساعة ساري مشايدة على الدولار معنى زيادة خدمة المدينية بالدولارات على الدول التي اقترضت بهذه العملة من مصر للصين لروسيا للهند وطبعاً ربما تكون في قضية مش بس تناقش في إطار الالاقات الصينية بما أنك أتيت على ذكر الجانب الاقتصادي دكتور نبيل هل تطرح الصين على أمريكا مسألة كون الدولار هو العملة العالمية الأولى هل هذه مسألة قابلة للمناقشة من الأساس أم أن الولايات المتحدة لا تقبل طرح هذا على طاولة النقاش؟ ممكن منقشاتها نظرية يعني مثلاً ممكن في بيات الحديث القادر من الصين يطرحون على جدار بايدن ويعني أركانها ما يهمهم في ما تعلق بسيادة الدولار كالعملة التجارية المتداولة لكن دول كتيرة تأخذ يعني إجراءات عملية ممكن مثلاً مصر تحصل رسوم قناة السويس للعملة المصرية لكن المصر روسيا أحد الخطوات مؤخراً لدعم الروبل وجعل عملة يمكن التعامل معها فحكبها بسلوب نظري وليس بسلوب عمل نعم، دكتور نبيل بقراءتك للمشهد ترى كيف تراقب روسيا هذه الزيارة وهذا اللقاء وهي الحليف الاستراتيجي الأقرب لبيكين روسيا ما نحن نهتم بهذا لأنني أريد توصيع لكولها الدبلوماسي في الوقت الذي هو يفرض عليها حصار الدبلوماسي روسيا أصبح ستنتظر لن تتوقع نوع من المطلحة ما بين الصين وأمريكا سريعاً يمكن مثلاً روسيا إنها موضوع إيران أمريكا الزيحة تعمل مع إيران لأن طبعاً روسيا تحدي كبير دعينا لإيران لكن روسيا تدرس ناحية الفرص التي أطيحت لأمريكا من قمة أسيا وما هي العلاقات التي ستنشأ مبين نجموعة دول شرق أسيا ودولات المساحبة وعلى خلفياتها أو من منظور دراستها هيحددوا إيراني يتعاملوا مع تلك المزموعة من الدول وهذه المنطقة من العالم دكتور نبيل هل تتوقع أي مخرجات فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية والتجارب الصاروخية ربما واشنطن تريد من بيكين الضغط على كوريا الشمالية هل تتوقع أن يحدث هذا بشكل أو بآخر أعتقد أن أمريكا تصالب السين بنمارسة ضغوط على حكومة كوريا الشمالية من أجل أن توقف تجاراتها الخاصة بالتجارب الصاروخية وإطلاق مقذوفات وصواريخ تهدد أمن شرق أسيا وتقول لهم أيضا أن الصواق الداحي أثر سلديا على الاتقرار في منطقة جنوب شرق أسيا وعلى مصالح دول كتير نعم دكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جارج واشنطن شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه التغطية إذن مشاهدين في نهاية هذه التغطية الحية نذكر حضرتكم بملفنا الأول والذي تناولنا فيه آخر نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في هذه الصورة المباشرة نتابع آخر هذه النتائج والتي تظهر حصول كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ فيما تجري المنافسة الآن على مقعدين فقط في نيفادا وجورجيا علما بأن الديمقراطيين بحاجة إلى الفوز بمقعد واحد فقط للوصول إلى الأغلبية بينما يحتاج الجمهوريون إلى الفوز بمقعدين أما في مجلس النواب الأمريكي فيتقدم الحزب الجمهوري بـ 211 مقعدا مقابل 200 ومقعد واحد للديمقراطيين وتجري المنافسة حاليا على 23 مقعدا علما بأن تحقيق الأغلبية مرتبط بالوصول إلى 217 مقعدا يعني أن الجمهوريين على بعد 6 مقعد فقط من الأغلبية بينما الديمقراطيون بحاجة إلى 16 مقعدا وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الحية من القاهرة الإخبارية التي تناولنا فيها انتخابات الكونغرس الأمريكي وآخر ما وصلت إليه هذه الانتخابات من أرقام وأيضا ذهبنا إلى تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى جانب تناول قمة أسيان وزيارة الرئيس بايدن لكمبوديا ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب أيضا يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical إلى اللقاء ودومتم في أمان الله هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة